هذا البرنامج برعاية رامي كبير ترفض الإعلام فوق البوديوم كل يوم والحدة أنت تقدر تكون هاكدار هيا تفضل نمشي على درب الأبطال الآن الخير مشاهدين الأفاضل من هذا المكان الجميل نحييكم درب الأبطال ككل أسبوع وفي يمتقال التوحى رياضة وبطل اللي فرحوا الجزائر في هذا الاختصاص نروح ونشوفو سويا رياضة اليوم كرة اليد رياضة جماعية يتبارى فيها فريقين بسبعة لائبين ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر في أوروبا الشمالية طورها الألماني كارل سنة تسعة عشر تسعمائة وألف وتم تطبيق قواعد ممارستها في أول مباراة سنة ألف وتسعمائة وخمس وعشرين بين ألمانيا وبلجي تأسس الاتحاد الدولي بكرة اليد سنة ثمانين وعشرين تسعمائة وألف وأصبحت رياضة أولمبية على مرتين سنة ست وثلاثين تسعمائة وألف ثم ثنين وسبعين تسعمائة وألف الجانب التحكيمي يقود المباراة حكمان رئيسيا ويساعدهما حكمان فرعيا مميزات كرة اليد رياضة مثيرة تظهر فيها المهارات الجماعية والعمل الجماعي بالإضافة إلى المزج بين التدريب البدني والنفسي والأخلاق أما محليا فالمنتخب الوطني لكرة اليد يعتبر من بين أفضل الفرق الإفريقية بسبعة تتويجات كاملة بكأس أمم إفريقيا آخرها سنة 2014 بالجزائر كما تضم الاتحادية الجزائرية لكرة اليد ثمانية رابطات جهوية وأربعين رابطة ولائية بعشرة آلاف ممارس عبر القطر الوطني رياضة اليوم هي كرة اليد والبطلتها اليوم هو من بكى وأبكى الجزائريين بدوموا على الفرح خلال بطولة إفريقيا التي أقيمت مؤخرا قاعد حرشة حسان نرح نشوفه سويا مش كونوا وظفنا عبد المالك سلاحجي حسن المنتخب الوطني المانيع أبرز ألقابه كأس إفريقيا مع مولدية الجزائر سنة 2005 الكأس الممتاز مع ذات الفريق لذات السنة والمرتبة الثالثة عالميا مع ذات الفريق في ذات السنة كأس إفريقيا مع مولدية الجزائر سنة 2006 كأس وبطولة الجزائر مع المولدية لذات السنة كأس وبطولة الجزائر مع المولدية سنة 2007 كأس إفريقيا مع ملديت الجزائر بالكاميرون سنة 2008 أحسن حارس إفريقي مع المنتخب الوطني في بوضعة إفريقيا للمنتخبات بمصر 2010 وبطل إفريقيا مع المنتخب الوطني الجزائري سنة 2014 بالجزائر عبد المالك سلاحجي الحصن المهني لمرمى المنتخب الوطني لكورة تليد بطل كبير بسيط في حياتي متألق داخل وخارج الميدان حرس كبير من عبد المالك للجلوس لوقت أكبر مع عائلته الصغيرة والسهر على راحتها نظرا لخارجته المتعددة في المجال الرياضي اهتمام من نوع آخر يقدمه بطلنا ألا وهو الاعتناء بالحي الذي يقتن به مما جعله يترأس لجنحيه بإنتاير وما جعله ينشط كثيرا لجلب الدعم الكافي من البلدية والسلطات المعنية وتسهيل المهمة لإيطاء صورة وصبغة نلاقية للحي عبد المالك سلاحجي موش غير الرياضي فقط ولكن راه مواطن هذه البلدية وراه يمد الكثير باش في الحي بتاعه في المدينة راه يحاول كيفاش يجيب مشاريع رياضية واخرى للبلدية والمواطنين البلدية هذه ونحن نشكره كثير على هذه المبادرات والمواطنة هذا هو الواقع الواقع عبد المالك كلي الجزائريين كثيرا لما يحب الجلوس مع أصدقائه في أوقات الفراخ في قلب مدينة إنتايا الساحلية والتي تعتبر المكان المفضل للتخلص من ضغوط المنافسة وتعب التدريبات فكل ما يحتاجه هذا البطل يجده في هذه المدينة الجميلة خاصة من جانب الأصدقاء وبالعودة إلى حياته الرياضية والاحترافية يخضع صاحب التاج الإفريقي مع المنتخب الوطني بكرة اليد لبرنامج يومي خاص في القاعة الرياضية أين يزاول تدريباته مع فارقه المجمع البترولي مالك سلحجيك أعتقد أنك الصحة اللي اللي يدعو أدرب الأبطال هذا شرف لي أن نكون معكم في درب الأبطال الشباب يا شك يا مالك كما نعرفه بزاف رياضيين يمارسون بزاف رياضات بصح يتقلقوا غرفة ريالة واحدة لكن كنت واحد هذا الناس بيعجرانا أدرب بزاف الديسيبلين كالفوال درت بزاف فوتبول وفولي كنت عندي ترويه لصنصه يحبني في فوتبول وفولي كنت بيعي في القاعة القادم كنت نقوم بعمل كرة اليد ساعدتني في القاعة اليد الأمر لقد لعبا لصنصه في القاعة القادم وقاعة اليد وبعد ذلك بدأت نحب الكرة اليد كثيرا في عين طايا سبور معجور في كرة اليد في كرة اليد ويزمان تاني كفوتبول وكرة اليد هي مشهورات مخرج بزاف لعبين وإن شاء الله نشوف سلاح جي واحد اخر في عين طايا إن شاء الله في 2010 في مصر فطولة إفريقية ماذا تقول لنا؟ كلاعب في المتخب الوطني في 2010 كانت طعم حاجة واحد اخرى كما ما مخفش عليك في 2010 كانت أهل فطولة نهاية المنديال مع طرف المنتخب المصري ومساول المتخبات والمشاكل نحن نحن في مرقل من درمان نحن كنا رايحين للمصر ونحن نذهب ولم نذهب ولم نذهب نحن نذهب في المنصر وكمنا نضم ومزدي وينكن سنذهب وقط نخب المن數 من عام لما قذابة ونحن الان الممر طوال البرجاد أنت Здравствуйте من الع policies والنهاية كان رائع. الحمد للتماكن لنا لعبنا مليح وانا ما تقاليفينا الصح الله فنال. وسح كان عندنا ديت هيتر بقى انا اخذت احسن حارس وكان معي بالكوتة احسن احسن لها. احسن لها. احسن لها. احسن لها. احسن لها. احسن لها. الحمد لله جزت بيان في مصر. والله في 2014 بطولة افريقية اللخرى هذه. قدرنا نقلوب لكرة اليد الجزائرية. احسن رجحتها لما كانت تحتها على مستوى الافريقي بفضل توج الافريقي. ولكن بعد صعوبات كبيرة بطولة متوقفة ومشاكل في الادارة. احسن لها الامر. قبل البطولة الافريقية 2014 كانوا مشاكل في كرة اليد. ان كانت البطولة كانت حبسة. بعد عامين هي حبسة. بعدك عودت الافريونات. بعدها وسلت حبسة تانيك مشاكل فيدرالية. كان رئيس حكم فيدرالية. بعدها عودوا الفوت. مشاكل تعكورة اليد. بعدها اتخذ انا وطامي للشامبيونات في 2014. بدنا الشامبيونات اوفيسيال موت. كانت الفيدرالية جديدة ومدرب جديد في 2014. ما ما ديناش تحضر المليح البطولة افريقيانية التعمل في الجزائر. فيلك البطولة كلمة موت. بوضع المليح البطولة. ليس نقل أمر بشكل ذات عامينيه. نحن نحن نقل أمر بشكل ذات. كان عادة من الاجتماعي بشكل ذات. كمن العامينة. من الفيدرالية من 2014. الحمد لله بأسهل للعبين. من مستارات وعادة من أجلنا. حمد للعامينة ناهرة تحضر الجديدة. كانت لدينا مباطلة. وقد قامونا مات الخوفين أنها تدريبات عن العامين. من حمد لله بروفة فرصرنا. ونقوم بعمل الفينال مع المنتخب الانجولي كنا نعرفه معه نحن لعب معه كانت مباراة المباراة لم تكن يعني لديك مباراة فيها سيسبنس لأن تخاف هذه المباراة تدخل المنديال فيها تدخل المنديال تدخل المنديال وتدخل المنديال لو كانت خاصة نحن لعبه في المنديال ومعام هنا كنت معي تدخل المنديال ويشترون في مصار ويمكن من تلعب ويمكنك تدخل المنديال خلال المنديال لم تكن لحماية المنديال تؤمن لم يكن مباراة لأننا لن نرى لأننا لحماية المنديال وإذا حدثت مباراة اشتركنا وإذا كانهم أشعر ملاقبا كانك تشعر ورحمنا ونفقنا لم يكن لحماية الشمبل منضفك نعم نشعر بالرهولة بالكيح لنا أكبر منضفك نعم من 12 سنة رفض أنا التقدم خطش نحكي أعطني بارك عن هذه البذولة الإفريقية لعبة مريح الله بارك وكل أجمع، سواء أخصائيين بتاع كرة اليد الجزائرية ولا المتتبعين يعنيENصار كما قالوا بالسيكونت بورسو 60% من الفوز منتخب الوطني باللقب الإفريقي يرجع العبد المالك سلحتي أنا أحبي تبارك تقول لي هذه الخمسين بالمئة ممكن مخبيها سلحتي طبعا قبل ما الحقق الخمسين بالمئة كان أنا كنت محبس لكاريات تيوان انترنسيونال ثم كنت لعودة تيوان البطولة هاته هي جلال ثم أنا حبسها لكاريات انترنسيونال ثم هذه العودة أتكلم معي المدرب غيظة زقيلين وقال لي نجم تعاوني مع المنتخب أنا لبيت الدعوة هذي كنت خلت ثم كان عليها ضغط كبير علاش لغتش كان الناس بزر كان يستمنعوا فيها كما نلعبش عقدك كما نكن ثم لغتش كما كنت مقبل الحمد لله أنا سعو لي شوية مشاكل مقبل أنا حبيت أنرجع ثم عندها عودتي عندها بزاف 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 ثم نازم لعب مليح كان عندك ميصاج حبيت توسك أنا ميصاج بش اللحق الحمد لله ربي وفقني وحصل الـ 50% الـ الـ سيبورتر هؤلاء هؤلاء سيبورتر أنا كنت تفرجت نهائي هؤلاء 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 الشعب يريد عبد الملك سلحجي يماركي هؤلاء 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 أبدا المعلك، الأنس لا يرى هناك اللي جن اللي يحبونا، اللي يحبوك اللي يحبو كرة اليد، وشي قولهم عبد المعلك سلحتي؟ نحب نقول اللي جن نصرتو الصغار ونبدو بالصغار ونطلعو الصغار نقول لهم الحاجة اللي أولى نازم نقراها هي اللي أولى واحد يقنازم يقرا السبور العقل السليم في الجسم السليم ثم نازم واحد يقرا يكمل بالرياضان رياضة مليحة، ما شيخة كرة اليد قاعد لديسيبلين، قاعد تقدم كاراتي، بوكس، لاتاسيون، قاعد لسبور نتمنى لهم ان شاء الله لحاجة ثانية عندنا لجن نتمنى للمخدرات ما يتقربوش المخدرات نحن قاعد لسبور من حاجة المليحة قاعد لجن رياضة تربي كما ربتني أنا ربت قاعد نتمنى لجن لن تقريبوش بحاجة تخططت عن مشاكل شوارع برا تتبعد على التدخين نتمنى لجن ونحن نتحو وربي يوفقهم كواحد في المصار لك الساحة عبد المالك نقول لك شيء ان شاء الله المنديال اللي هتلعب فيه ان شاء الله هتديرك ترمدت في بطولة الإفريقية ان شاء الله واني حاب نتري لك يا أخي تخليني نماركي نخليك نماركي بشكعي ونقولون نماركي تلعب المالك سلحتي نسيلكشوني وكن نليكي في مالكي ان شاء الله موسيقى جميل جدا انك تهدي لقبي أفريقي الى انصارك كما عمل عبد المالك سلحتي تواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك مذكركم برك ما تنساش تقدر تكون هكذا تلقاوا الأسبوع القادم مع رياضة واحدة اخرى وباطل واحدة اخر جسبركم عجبتكم حسات اليوم مع السلامة موسيقى موسيقى موسيقى